بعد نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بتغيير الألقاب وتغيير لقب الطفل العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل أصدرت وزارة العدل بيانا توضح فيه طريقة القيام بهذه الإجراءات فيما يخص إداع طلبات بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل أصبحت توضع لدى وكيل الجمهورية لمكان إقامة الكافل أو لمكان ميلاد طفل المكفول بدلا من وزارة العدل أما ما يخص موافقة الأم البيولوجية للطفل المكفول عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة فإنه يجب أن يرفق طلب بوافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي وفي حالة تعذر ذلك يرفق الطلب بتصريح شرفي في شكل عقد رسمي أيضا موثق يصرح فيه الكافل تحت مسؤوليته أن كل المساعي التي قام بها للإتصال بالأم بقيت دون جدوى ويمكن لكل شخص بالغ يرغب في تغيير لقبه العائلي ولأولاده القصر لسبب ما إداع طلبه أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان الولادة ويمكن أن يدعى طلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الديبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة معنية ترجمة نانسي قنقر